اشتركوا في القناة صحة وسعادة مستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير والنور والعافية ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة أتقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي مستمعين الأعزاء أحب أني أرحب فريق عملي اليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر والإعداد أستاذ يوسف سعد ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل صباح الخير ومن أمام الميكروفون أنا محدثكم عبدالله جمعة مستمعين الأعزاء مثل ما تعرفون إحنا دائما طبعا نحب تواصلكم وحب أني أذكركم برقامة تواصل معنا خلال الساعة على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS4006 ومثل ما عودناكم دائما بداية برنامجنا نأخذ أول فقرة من فقرات البرنامج مع دردشة السوشال ميديا وبتكون معانا زميلتنا أسمى الجناحي ونقول صباح الخير أختي أسمى صباحكم الله بالنور والشرور وخير عبدالله عليكم علي كل مستمعين إذاعة نورتبي الله يحييت أختي أسمع شو بتخبرينا في السوشال ميديا اليوم طبعا الوسم الثريند هو ما ذال كورونا بيروس بس هو كان كوفيد 19 كل اللي موجود وأيضا هناك وسم يتفضل الثريند وفعاليات الحجر المنظري فيه واحد أشخاص قاعدين يشاركون بأفكارهم بأشياءهم وفيه أشياء صراحة مضحك بميدي جذل هاشتاك فنشوف عالياتنا في الحجر المنظري هذا وسم ثم أطلاقة من الناس عشان يتبادلون ويتوفون شف أشياء اللي يقدرون سوالها في الحجر المنظري دامنهم وفوض لقارتهم في البيت الحينة فهذا نحن نصح الجميع أن يتفضلوا في منازلهم لأن وجودهم في البيت راح يخفف وايد على الطاقم الطب الطاقم الطبيق قاعد يواجه وايد أشياء ونحن ممكن بس نخفف لو شوية عنهم إذا قاعدنا في البيت وما زدنا عدد الحالات اللي تكون عندهم في المتشف فنحن نتمنى من الجميع أن يلتزمون وما يطمعون إلا للضرورة القصوة أيضا نأخذ بعض الأشياء اللي صار في قنوات التواصل للاجتماعي أمسا الإعلان أن خمسة والزمانين لصابة جديدة فيعني تحكم في عدد الإصابات هذا يريدنا نحن كمجتمع يعني دائما نقول أن هناك أشياء مفكرة تكون يعني هذا وقت التقاطف المجتمعي فنحن نتمنى من الجميع الالتزام وإذا تعرفت صاحبك مش مرتزم أو حد من أهلكم مرتزم انصحها لأن هذا كله يعني جهد كل فرد في المجتمع وليسه شخص واحد أو جهة واحدة فنحن كنا في هذا الموضوع وموضوعها هو بس أن يعني نقول لأي شخص من أي دولة العالم أن هذا الموضوع ينطبق على الجميع نعم أيضا مشكرة الطوعين اللي موجودين وكنا حاطين فيديو خاص على الأشياء اللي هم قاعدين يسوونها حاليا والجهود اللي يقومون فيها والدعم اللي قاعدين يسوونها في المجتمع كذلك في النهاية حسننا من الجميع الالتزام في البيت ممكن أحسن الواحد حسن ملل شوية لكن بعد أحسن البوايد مني قاعد في غرفة بس غرفة ما فيها إلا سرير ودورة مياه فواحد يفكر فيها بيت وإلا غرفة واحدة دعم إننا سيارت في البيت خليك في البيت سيبرامجك في البيت ودمتهم بصحة وسعادة ودمتهم بصحة وسعادة شكرا أسمى الجناحي ومثل ما ذكرت أختنا أسمى بأن الفترة الحالية مستمعين الأعزاء فترة حساسة جدا ومطلوب من الجميع الوجود في البيت ومثل ما قلنا فقط للضرورة القصوى ممكن الواحد يطلع ويعني لحاجة معينة ويرجع ولكن الأفضل على أساس أننا نحن نساعد الفرق العمل اللي تشتغل ليل ونهار لنجاح مهمتهم وجودنا ووجودكم أنتوا في البيت هذا هو الداعم الكبير لفرق العمل اللي تشتغل لمحاربة الفيروس كورونا مستمعين الأعزاء فقراتنا التوعوية الثانية أيضا مهمة جدا اليوم وبنتكلم عن تغذيتي في حجر صحي آمن مثل ما تعرفون اليوم أن الحجر الصحي مستمعين الأعزاء فئات في حجر صحي منزلي وفي حجر صحي اللي هو في المؤسسات الصحية طبعا ضروري جدا بأن الشخص اللي موجود في الحجر الصحي يكون على علم ويكون أيضا على ثقافة بالنسبة للتغذية فبتكون معانا مستمعين الأعزاء خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي صبحت الله بالخير والنور والعافية أهلا وسهلا أخي صباح النور الله يحيي تختي فاطمة فموضوع مهم الحقيقة وأنتوا أيضا لكم كإدارة التغذية في هيئة الصحة بدبي دور حيوي ودور مهم جدا وتشكرون عليه صراحة في موضوع توعية أفراد المجتمع فيما يخص التغذية بشكل عام وفي الوقت الحالي الوقت الحساس بما يعني يخص موضوع الكورونافيروس أيضا لكم جهود كبيرة جدا في توعية الناس فيما يخص موضوع الحجر الصحي والله أخي بالضبط هذا أصلا هو واجبنا يعني هذا حق وواجب علينا للمجتمع كله طبعا هو بالنسبة للحجر الصحي نتكلم فيه لأن الحجر الصحي صارح على الكل تقريبا لأفراد المجتمع تحت الحجر الصحي المنزلي بسبب تفشي بيروس كورونا وهاي الفترة تكون صعبة على الفئات من الناس خاصة المراهقين عند البالغين المتعودين على الرياضات معينة يمارسونها خارج البيت فكلهم تخوفين من موضوع أن زيادة الوزن ممكن تصيروا مشاكل فيها أو خوفهم من أن مناعتهم تضعف فيلقطون بعض الفيروسات أو أي فيروس مثلا منتشر فأحنا بنتكلم بالضبط عن مثلا كيف الإنسان في هالفترة خلال فترة الحجر المنزلي يحافظ على مستوى المناعة بحيث أن يركز على الفيتامينات والمعادن والبروتينات الموجودة في الأطعمة العضوية أو الأطعمة الطازجة الطبيعية وحنا نقصد فيها الخضروات والفاكة بأنواعها لكن في أنواع معينة تعتمد على أن ترفع المناعة بشكل أفضل وتعزز من حماية الجسم ورفع المناعة عند الشخص نفسه بالنسبة لبعض الأشخاص أنهم مثلا متعودين على أن يكون مثلا نظامهم مثلا لهم النظام معين يتبعون النظام اللي هي مقدرون عليه لكن يعتمد تحت إشراف مثلا البيت ما يكون خارج البيت يعني ما تكون أطعمة معتمدة على الأطعمة مثلا السريعة أو أطعمة الطلبات تطلع من برع ما نعرف كيف مصادر الأكل أو الأطعمة كيف يعني انطبخت فبالتالي أكل البيت يفضل تكون طبيعي 100% ومعتمد على أطعمة خاصة الملونة من الفواكه والخضروات ونقصد فيها لرفع المناعة وأيضا زيادة مضادات الأكسيدة اللي تساعد على رفع المناعة نعم واختي فاطمة يعني مثل ما ذكرتي أنتي في الناس بشكل عام نحن دائما ننصح يعني الناس باتباع برنامج غذائي صحي والبرنامج الغذائي الصحي يعني مقصود فيه المتوازن بحيث أنه كل ما يحتاجه جسم الإنسان ولكن اليوم أنتوا دوركم بأنكم تثقفون أفراد المجتمع والفئة المعنية الحين اللي هي في الحجر الصحي يحتاجون أيضا بأن يكون عندهم برنامج يعني متنوع سواء الفطور أو الغداء أو العشاء بحيث أن يكون فيه كل الأشياء اللي يحتاجها الجسم الإنسان طبعا الأطعمة اللي المفروضة يركزون عليها بالذات خاصة الناس اللي هم في الحجر الصحي تعتمد على الفيتامينات اللي هو فيتامين ألف وباء وسي وهذه الفيتامينات تقلل من خطر الإصابة بالأمراض وتساعد على مكافحة الالتهابات أيضا في بعض الأطعمة اللي هي مثلا نقول لو يستخدمونها مرة وحدة على الأقل يوميا اللي هو مثلا الكركرم لأنه فيه ماد قوية تكافح الأمراض وتقوي جهاز المناعة عندك بعض الأطعمة الغنية مثلا بالزنك اللي هي تكون موجودة مثلا في الأسماق اللحوم الحمراء مثلا السبانخ والبقوليات والمكسرات هاي بعد تساعد على مكافحة الفيروسات وتعزيز جهاز المناعة عندك بعد البيض والبيض يحتوي على أكثر من أربعين نوع تقريبا من الفيتامينات والمعادل الأساسية وأكثر شي فيها عنصر السلينيوم وهذا العنصر مهم جدا لمضادات الأكسدة القوية وأيضا تساعد على تقوية جهاز المناعة عندنا قابلت أن نستخدم الشاي الأحمر مثلا للناس اللي يحبون الشاي ممكن أن يعوضون بالشاي الأخضر لأن الشاي الأخضر في مضادات أكسدة كثيرة ومنها من ضمنها مرقبات الفلافونايت وهذا المركب يساعد على منع انتاج الأنزيمات اللي تنشر الفيروسات في الجسم كنا عارفين بعد النسوم بعد مهم لأن اللي رفع المناعة الزنجبيل بعد نوع من أنواع الزنجبيل يساعد على بعض إذا استخدموه على شكل شاي يساعد بعد على مقاومة الفيروسات ويحارب بالالتهابات والفيروسات أو العدوى بشكل عام احنا قلنا الفيتامين A و C هذا مركز في بعض الفواكه الخاصة الحمضيات وعندك البطاطا الحلوة في ناس وايد يعني ما يعني يحبون هاي البطاطا الحلوة خاصة أنك هاتها لذيذة وتشكل البطاطا الحلوة بعد مصدر غني لفيتامينات تعزز المناعة وتساعد على محاربة الفيروسات والأمراض في شي ثاني اللي دائما نحن نشوف في أراضي مجتمع خاصة إذا كانوا مجتمعين ممتعودين على مثلا أن يكونوا كلنا في مكان واحد تلقى مثلا ردة فعل سلبية ضغط نفسي تعب أو مثلا توتر خايفين قلق مش عارفين عندك التوت هذا مهم جدا في مركب مضاد للبكتيريا والفطريات وأيضا يساعد أيضا على التخفيف من التوتر والقلق نحن نقضي كل أنواع التوت بشكل عام أو الفراولة فهذا في ماد مركبة تساعد على التهديئة وعلى الهدوء يعني بشكل عام والتقليل من التوتر والقلق اختفات ما عندنا مداخلة بالنسبة للمشروبات الساخنة اليوم هناك فيه ثقافة يعني عند بعض الناس بأن الأكثار من المشروبات الساخنة وأنت ذكرتي تفضلتي بأن شراب الكركم في بعض الناس تستخدمه مثلا في الماء الحار مع شوية عسل أو مثلا الشاي مع الليمون وذكرتي زنجبيل يعني سؤاله شو الكميات اللي يحتاجه جسم الإنسان خلال اليوم من المشروبات الساخنة وبالأخص يعني في الفترة الحالية حاليا ممكن يستخدم كوب واحد في اليوم مو بشرط أن يكون عند كوب كوب واحد كفاية من الكركم أو الزنجبيل أنا ركبت على هالاثنين ليش؟ لأن هذا إذا كان الشخص عند مشكلة في الجهاز الهضم ممكن يأثر عليه فأول شيء لازم يقوي جهازه المناعي أو جهاز الهضمي بالذات عن طريق اللي احنا عدنا الصمغ العربي هذا الصمغ العربي في مادة اسمها البروباياتيك البروباياتيك هذا إذا أخذ الإنسان بشكل يومي يقوي الجهاز المناعي لأنه يساعد على تقوية البكتيريا النافعة في الأمعاء وبالتالي يكون جهاز المناعي قوي بسبب تقوية الجهاز الهضمي فإذا استوه عند تقوية في الجهاز الهضمي يقدر يأخذ بأرياحية الكركم أو الزنجبيل بشكل عام بشكل يومي أما الأشخاص اللي دائما يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن أن يأخذونه مرة إلى مرتين في الأسبوع نعم وهذا أيضا اختفات مضروري يعني الثقافة العامة وايد مهمة بحيث أن مثل ما ذكرتي أن المشروبات الساخنة مهمة ويمكن خلال الفترة هاي أيضا مهمة ولكن الإنسان مفروض أنه يسوي نوع من التوازن مثلا الصبح يأخذ لكوب يعني مثلا مع عسل زنجبيل الظهر مثلا تشاي مع عسل والمسة مثلا كركم بحيث أنه ما يكون في زيادة في نسبة السوائل أو هاي المشروبات الساخنة في الجسم وهو حتى كمياتها يعني تكون خفيفة يعني تكون خفيفة ما تكون كميات كبيرة يبالغ فيها الشخص وممكن نستغني عنها حين احنا بدأنا يعني فترة الحرة الحين نخف عن الشتاء ففترة الحرة احنا ما نحبز أن نستخدام الزنجبيل كميات كبيرة كميات بسيطة جدا ونحاول التعب عنها بعصائر طبيعية تعزز بعد المناعة لأن احنا عدنا عصائر جدا حلوة تعزز المناعة مثلا في التفاح والجزر والبرتقال في فيتامين سي وفي نفس الوقت في بوتاسيوم في فيتامين باء وهذا يساعد على محاربة العدوى ضد الفيروسات ايضا عندنا البرتقال او القريف فروت اذا الناس حابين مثلا وداما عندهم مثلا برد او انفلونزا او تغيير الجو مثلا ما بين الصيف من الشتاء للصيف بعد هذه تساعد على مكافحة البرد والانفلونزا عندك بعد المانغو او خليط مثلا الكيو والفراول والنعناء لان فيه فيتامين سي وحمض الفوليك وهذا ايضا يعزز من تقوية جهاز المناعي ويحارب بعد العدوى البكتيرية او الالتهابات عندك بعد عصير الطماطم بعد مهم في تنظيم حركة الامعاء ومقاومة الامراض ورفع وتعزيز جهاز المناعي عندك الليمون والزنجبيل بعد هذا حلو اذا استخدموا كميات مخففة ايضا عندك مشروب التمر الهندي هذا دايما ينسون في كثير من الاجتماعات وهذا مهم جدا للعلاج الناس اللي عندهم ارتفاع فضغط الدم وازالة الغازات اذا كان عندهم مشاكل فبكات معاوية وايضا تقوى الجهاز التنفسي وتساعد على زيادة مركبات او مضادات الحيوية في الجسم لتقتل البكتيريا والفيروسات ايضا عندك مشروب العرقسوس بعد يساعد على تخفيف او يقوي الجهاز المناعي ومضاد للفيروسات ايضا نعم اختفاط ما الخروصي اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي كل الشكر والتقدير لك وكل الشكر لهالمعلومات القيمة ويعطيك الف عافية الله يعافيك شكرا مع السلامة الله يحييك مستمعيننا الاعزاء بنطلع وياكم فاصل قصير وبعد ما نرجع من الفاصل بتكون معانا الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير ادارة الصحة العامة ببلدية دبي بتحدثنا عن الاجراءات الاحترازية والتوعوية اللي اتخذتها بلدية دبي في موضوع توعية العمال في اماكن العمل فاصل ان شاء الله وراجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء يا مرحبا بكم السهلة مرة ثانية رجعنا لكم واحب اني ارحب بكل من ضم الينا وايضا اذكركم بارقام التواصل معانا خلال الفترة على 6-0055-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4-006 مستمعين العزاء رسالتنا لهذا اليوم تقول ان اكثر الفئات العمرية عرضة للاصابة بالكورونا فيروس هم كبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات طبية او مرضية مزمنة ومنظمة الصحة العالمية وكافة المؤسسات الصحية في العالم تنصح هذه الفئة بالبقاء في المنازل قدر المستطاع وعدم الاقتراب من المرضى الذين تبدو عليهم بعض اعراض او تشبه اعراض الانفلونزا العادية مع اهمية الالتزام بالتنظيف اليدين بصورة منتظمة بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الاقل وخاصة بعد تنظيف الانف والسعال والعطس او بعد زيارة الاماكن العامة وفي حال عدم توافر الماء والصابون استخدام منظف اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60% مستمعين الاعزاء بتكون معانا ضيفة الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير ادارة الصحة العامة ببلدية دبي ومثل ما تعرفون ان بلدية دبي لهم جهود كبيرة جدا في موضوع الاجراءات الاحترازية والتوعوية الخاصة بفئة العمال سواء في اماكن العمل او اماكن السكن دكتورة نسيم صبحت الله بالخير والنور والعافية هلو مرحبا فيكم عساكم اب خير والعافية الله يحييك دكتورة نسيم نشكرت صراحة على وجودت معانا اليوم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم هيئة الصحة بدبي وايضا نشكر جهودكم الكبيرة الحقيقة في موضوع الاجراءات التوعوية والاجراءات الاحترازية الخاصة بفئة مهمة جدا اللي هم فئة العمال سواء في اماكن عملهم او في اماكن السكن لو تخبريننا دكتورة نسيم الاجراءات اللي قمتوا فيها في البداية انا اشكركم باسم بلدية دبي دوركم جدا مهم في توعية الجمهور وجميع افراد وشرائح المجتمع ووزاكم الله الف خير ان انتوا يعني دعيتونا في هالخارج والمحاورة هذا نحن في بلدية دبي عنا برنامج له التطهير والتعقيم بعد الازمة اللي يعني خل نقول الوضع الراهن والجراءات الاحترازية على بشكل عاجل جدا سوينا مراحل الاستعداد عنا في البلدية ان البلدية شو هي لازم خل نقول شو مهامة بتكون لجميع المؤسسات وبالاخص المساكل العمالية كان عندنا برنامج تفتيش روتيني ودوم هذا البرنامج كان موجود ولكن الوضع الراهن حين انه لازم عمليات التطهير والتعقيم وحتى التنظيف لازم تكون دورية لها اكثر تكثيف اكثر فخلال الفترة هاي نحن حتى شكلنا فريق بتنسيق مع الجهات الحكومية شركان الاستراتيجيين الدفاع المدني حتى النجنة الدائمة لشؤون العمال وبالتنسيق مع شرطة دبي وجميع الجهات المعنية شكلنا فريق تم ان عدد كبير من سكنات العمال وبالتالاف ستم في الامارة فالبرنامج كان اننا نحن نركز على محاور اساسية نحن نسميها يعني في محاور التفتيش مثل محاور العادية كتنظيف وهالاشياء نحن اليوم نركز عليها ولكن تركيز الاكبر يكون على التطيير والتعقيم الدوري والمستمر لمرافق السكن لازم مثلا على سبيل المثال اول شيء بنجوب الجزئية اللي هي نظافة شخصية يعني يكون مثلا السائل اللي صابون غسل الايدي المعاقمات والمطهرات لازم تكون متوفرة في الممرات وفي مداخل السكنات العمال بعض معدات الحماية الشخصية خصوان العمال التنظيف المفترضين اتقول متوفرة ادوات ليني فحف الحرارة يعني لازم نيزان فحف الحرارة للأفراد احنا طبقنا هذا الشيء انه قبل ما الافراد العمال يغادرون السكن يلازم نحن عنا مشرف صحي نعم واجد يعني هو مشرف صحي تابع للسكن وحسكن العمال وفي متابعة من قدر المفتشين نحن نعم بتنسيق مع شركاءنا اكيد فبيكون في مثل مهم مبادرات سويناها انه نفحص مثلا درجة حرارة للعامل قبل مغادرة السكن وعند العودة يعني بعد ما يرجع من الدوان عنده بعد مرة يفحصون الباصات التي ستنقلهم من وإلى السكن كل الباصات كل يوم لازم تتعقم جميع عمليات التعقيم متطير تكون باشراف بلدية البيت في حالنا في بعض السكنات يمكن أن نقول أن الأوضاع انتهى شوية نظرة متدنية فهنا نحن ندخل حتى ممكن أن نحن الطاقم الموجود عندنا هم اللي يعقمون السكن في حال وجود شبهة يعني واحد كان درجة حرارة عالية جدا نحن اليوم طبقنا هالشيين جميع سكنات العمال لازم عندهم على الأقل غرفة أو أكثر حسب المساحة الموجودة وحسب حجم المكان أن يكون في مثل العزل على الأساس أنه بشكل مؤقت اللي حين بلاق الجهات المقتصة عشان يساوون الفحوصات وليما يتظار النتائج فهذه الإجراءات الاحترابية نحن بالأخص خذيناها مع هي تطوحة وأيضا مع الجهات التطوحة مثل ما ذكرتم السابقة للسكنات العمال دكتورة نسيم الحقيقة يعني جهود كبيرة تقدمها بلدية دبي للجانب المهم بالنسبة للعمال سواء في أماكن عملهم أو حتى في أماكن السكن وأنت ذكرتي أن الموضوع أصبح ليس يعني لا يقتصر فقط على جانب معين ولكنكم أنتو أخذتوا الموضوع يعني شمولي المساكن العمل الباصات كل الأمور اللي تخص العمال دكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة العامة بلدية دبي شكرا لك وشكرا لوجودك معانا اليوم وإن شاء الله يومك سعيد شكرا كشل الشكر لكم أنتو الله يحييك مستمعين الأعزاء بناخذ وياكم إن شاء الله فاصل قصير إن شاء الله وراجعين وبتكون معانا إن شاء الله ضيفه دكتورة عهد شاهين استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي وبنتكلم أكثر عن التوعية الخاصة للكورونا فيروس فخلكم ويانا إن شاء الله فاصلوا وراجعين صحة وسعادة مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلة مرة ثانية رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء إن نحن في الفترة الحالية هناك جهود كثيرة بخصوص موضوع التوعية والتثقيف الصحي عن الكورونا فيروس وخذنا كثير مثل المواضيع اللي تخص هذا الموضوع وأيضاً التقف الناس بالنسبة للجانب التوعوي المهم في هذا الموضوع وأيضاً تحدثنا عن فئة كبار السن أهمية وجودهم في البيت وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى مستمعين العزاء بتكون معنا فقرتنا الحالية الدكتورة عهد شاهين استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي طبعاً تعتبر التوعية والتثقيف الصحي من أهم الوسائل الناجحة للوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها طبعاً الكورونا فيروس المستجد الذي مثل ما تعرفون يتميز بسرعة الانتشار بين أفراد المجتمع وهو طبعاً الأمر الذي يتطلب الأخذ بكافة الوسائل الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بالمرض ونقله بين أفراد المجتمع للحديث عن هذا الموضوع وطرق الوقاية معانا الدكتورة عهد شاهين استشاري طب الأسرة بهيئة صحة بدبي دكتورة عهد صباح تشالله بالخير والنور والعافية صباح النور والسرور وعسى لكم أكدكم صحة وعافية إن شاء الله الله يحييج دكتورة نحن طبعاً يعني شاكرين لكم الحقيقة جهودكم الكبيرة اللي تقومون بها في موضوع التوعية وطبعاً التوعية يعني متفرع بكثير من الجوانب التوعية بالنسبة لأماكن العمل التغذية التوعية بالنسبة لانتشار المرض عن آليته وكيف ينتشر وكيف الوقاية منه فكل الشكر والتقدير لكم دكتورة عهد نتكلم معاك اليوم عن الكورونا فيروس الحديث هناك عن مختلف عن موضوع حضانة الفيروس هذا وأعراضه دكتورة أول شيء المرض الكوبيد 19 هو الفيروس الكوبيد طبعاً فترة الحضانة تكون 14 يوم أعراضه مشابه الأعراض مرض الإنفلوانزا طبعاً سبه من التهاب الحلق الرشح السعان الزاف ممكن فيه حالات الحمة الصداع ممكن يتطور إلى ضيق للنفس وجع في الجسم أو الإسعال فهي تكون أعراض مختلفة فالشخص اللي يكون حاسب هالأعراض مثلاً ياي من السفر أو مخالط لشخص آخر طبعاً لازم يتوجه لنا للمراكب الصحية والمشآت الصحية لعمل في الحصات اللازمة نعم دكتورة أيضاً يعني هناك الكثير طبعاً من التوصية بوجود الناس في البيوت وأيضاً تحدثنا نحن كثير عن موضوع أهمية التباعد لو تكلمينا دكتورة أهمية التباعد الاجتماعي في الاستراتيجيات الوقائية من هذا المرض صحيح كلها هاي إجراءات وقائية طبعاً الهدف منها هو منع انتشار المرض شكل أكبر ومحافظة على سلامة الأشخاص منها والتباعد الاجتماعي نحن ننصح طبعاً الجميع التباعد يكون أقل شيء متر بين الشخص وشخص وهي من أشياء الوقائية لأنها تمنع انتقال الفيروس من شخص لشخص الأشياء الثانية هي بالنسبة للحجر المنزلي أو طبعاً هي كلها الهاشفاتات أنخلك في البيت أو ليس في البيت هاي أيضاً وقائية لمن انتشار الفيروس والمرض في المجتمع من الاحتياطات اللي نقولهم ليش نحن قاعدين في البيت طبعاً نتأكد أن الأسرة كلها الموجودة في البيت ما عندهم أي أعراض وإذا عندهم طبعاً يتوجهوا المراكب الصحية الحفاظ على النظافة الشخصية هذا شيء مهم بكل الأفراد الأسرة نعم نضيط اليدين بشكل مستمر أقل شيء قلناهم عشرين ثانية وغسل اليدين أيضاً التباعد بين أفراد الأسرة شيء مهم الاهتمام بنظافة المنزل هاي من الأشياء المهمة أيضاً ننصح دائماً بعدم استخدام الأغراض الشخصية بين أفراد الأسرة كل واحد يكون طبعاً له أغراضة طبعاً من الأشياء الثانية المحافظة على قلنا النظافة الأسات في المنزل استخدام حتى المعقمات تكون بشكل صحيح ما نخلط أشياء ما نستخدم أشياء مش لازم نستخدمها في المنازل طبعاً فترة وجونهم في المنزل أيضاً مهمة أنهم يمارسون حياتهم إذا كانوا بالعمل أن يكون العمل عن بعد إذا كان عندنا أشخاص كبار في السن أو كبار المواطنيين عندهم أمراض مزمنة محافظة على صحتهم ممارسة بعض الرياضات البسيطة في المنزل ممارسة تمارين رياضية البسيطة حيث الشخص مستمر بحياة طبيعية لكن في المنزل وطبعاً نحاول أن تقليل طبعاً عدم خروج الأماكن من البحمة ما نستخدم طبعاً طرق المواصلات العامة قد ما نقدر الخروج من المنزل فقط فقط ضرورة القسوة طبعاً نحن في وايد أشياء تصلنا للمنازل في تطبيقات وايد ممكن نستخدمها فهذه من الأشياء الضرورية ننسويها حالياً نعم أيضاً دكتورة أنت طرقت لموضوع يعني الحجر المنزلي طبعاً واليوم نحن أيضاً من خلال فقراتنا التوعوية تكلمنا عن أهمية وجود الشخص إذا كان عنده في الحجر المنزلي لا بد أن يكون عنده ثقافة عن موضوع التغذية كيف يكون غذاء متوازن وكيف أن يحاول بأن يكون إنسان صحي موجود في البيت لو تحدثينا دكتورة شوية عن تدابير البقاء في المنزل لأن أنت تعرفين اليوم دكتورة هناك توجه من الحكومة وتوجه من المؤسسات بأن الكل يكون موجود في البيت ومثل ما ذكرتي أنت في بداية الموضوع بداية حديثنا وجود الإنسان في البيت اليوم هو يعني نجاح الفرق العمل اللي تشتغل برا هناك كثير من الفرق العمل تشتغل لمحاربة هذا الفيروس فوجود الناس في البيت هو دعم كبير ونجاح للفرق اللي تشتغل فلو تكلمينا دكتورة عن أهمية التدابير البقاء الشخص في البيت خلال الفترة الحالية صحيح مثل ما ذكرت هذه من الأشياء اللي جدا جدا مهمة خصوصا في الفترة الحالية والهدف مثل ما قلنا عدم انتشار المرض وانتشار الفيروس بين أفراد المجتمع احنا نوصيهم بالبقاء وطبعا فترة بقاءهم في المنزل مثل ما قلنا أخذ التدابير السوق الصحية اللازمة من حيث النظافة الشخصية من حيث الكباعد من حيث حتى التغذية السليمة هي من خلال شرب السواء الكافية أخذ الأطعمة اللي هي تكون الصحية تقليل طبعا ما ننصح من الأكل مبرع كثر ما نقدر طبعا لأن الشخص يستخدم الأكل الصحي يكون أفضل يكون في المنزل يعني الخضراء والفواكه يكثر منها إذا لدينا أشخاص لهم مراض مزمنة وهنا نتأكد أن لهم أدويتهم تكون كافية موجودة معهم نهتم بصحتهم لازم يكون فيه وعي بين كل أفراد الأسرة حتى الأطفال عن هذا الفيروس وعن كيفية الوقاية منه نهتم بنظافة مثل ما قلنا حتى العاملين في المنزل لازم نكون لهم توجيه للوقاية من هذا المرض في الفترة الحالية فالبقاء في المنزل هو فعلا شيء مهم جدا هاي الفترة ومثل ما قلنا أخذ التدابير كلها اللازمة من حيث النظراطة من حيث التباعد حتى بين الأسر وحتى إحنا ما ننصح حاليا بالتجمعات بين الأسر يعني إذا عندهم كانوا يجتمعون في يوم معين يعني الاستقليل أو التباعد يكون أفضل في الفترة الحالية ويكون كل واحد موجود يعني في منزله وممكن نحنا نتواصل طبعا طرق الوصول التواصل الاجتماعي جدا أحينا متوفرة فنحنا ننصح حاليا شيء بعد في الوقت الحالي نعم دكتورة أيضا يعني لو توافقي لي الرأي بأن وجود الأسرة في البيت أيضا لها فوائد كثيرة يعني من الفوائد اللي أنا أذكرها الحين هناكي بتكون فيه تقوية أو يعني بين الأسرة العلاقة الأسرية بين الأب وبين العيال وبين الأب وبين العيال يمكن كانت قبل يعني قليلة لأن التزام الأم أو الأب في مجال العمل فاليوم ممكن أن الأم والأب يستغلون الفرصة هاي بتقوية علاقتهم مع عيالهم أيضا نحن نقول أنه لابد أن الأم تكون مثقفة أو الأب أن يكون مثقف بحيث أنه يثقف العيال عن الوضع الحالي إذا سأل الطفل الأب أو الأم يعني شو هو الكورونا فيروس فلابد أن الأم تكون عندها ثقافة كاملة وعندها يعني دراية ووعي أنه توعي الأطفال لأن هذا أيضا جانب مهم وحيوي أن الطفل لابد أن يكون عنده ثقافة عن الوضع الراهن حاليا صحيح كل الأفراد الأسرة حتى الأطفال حتى العاملين عندنا في المنزل لازم يكونون على وعي لأنه لا أسمح الله إذا أصابهم شيء أو ها على طول يبلغون أفراد الأسرة يبلغون الجهات المختصة فالأم والأب وجودهم مهم طبعا وإحنا شكنا حتى ما ما شاء الله التعليم عن بعد وجود الأم معهم في التعليم عن بعد يعني واحد أشياء ساعدت من التقارب بينهم يعني وتوجيهم وتوعيتهم بشكل أفضل بشكل مستمر ممتاز دكتورة عهد هل عندك مثلا تخبرين مستمعين الأعزاء نصيحة معينة؟ أنا أنصحهم بصراحة بشكل كبير في الفترة الحالية أن يتمون في منازلهم هذا الشيء جدا جدا مهم في الفترة الحالية بيساعدنا على تقليل انتشار ماضي أو حتى يعني بوصول إلى نتائج أفضل بإذن الله إحنا موجودين ونسهر لصحتهم وليس حاتون من هالشيء بس أتمنى وجودهم في المنزل في الوقت الحالي ويهتمون في صحتهم أيضا دكتورة أني أحب أني أذكر مستمعين الأعزاء بالنسبة للمبادرات الموجودة في هيئة الصحة بدبي في حالة إذا احتاجوا أي استفسار طبي بإمكانهم التواصل مع البرنامج أو تطبيق طبيب لكل مواطن ومثل ما تعرفين دكتورة أن البرنامج هذا حيوي وموجود 24 ساعة وممكن أن يتم الرد على جميع الاستفسارات اللي يحتاجونها خلال فترة وجودهم في المنزل وأيضا دكتورة المبادرة الثانية اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي اللي هي مبادرة دوائي أنه بالإمكان حتى لو الشخص اتصل ويحتاج إلى الدواء ممكن أن يوصل للدواء لنا البيت صحيح هاي المبادرات موجودة وفي ناس يعني مواطنين وموجودين فيها على مدار الساعة بإمكانهم يستخدمون هذا التطبيق وبالعكس سهل عليهم وايد ويقلل حضورهم وخروجهم المنازل نعم دكتورة عهد شاهين استشاري طب الإسراء بهيئة الصحة بدبي شكرا لك مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم كل الشكر والتقدير لفريق العمل المبدع في الإخراج الأستاذ عيمن سرحيل شكرا لك وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخ الفاضل محمد عمر وفي الإعداد أستاذ يوسف سعد وأنا كنت مقدم البرنامج عبدالله جمعة وشكرا لكم إن شاء الله نشوفكم من الأسبوع القادم ولا تنسون اليوم مهم وجودكم في البيت فخلكم في البيت ولا تخوزون صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي